تتابعون النشرة المفصلة مباشرة على الجزائر الدولية أهلا بكم ونستهلوا بالحدث بعد فاصل قصير اشتركوا في القناة ونهى على قطع غزة واستشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر قصف مدفعي وجوي شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وأطلب جيش الاحتلال من مستوطني في منطقة غلاف غزة الدخول فورا إلى الملاجئ في مؤشر على تسعيد جديد محتمل خلال الساعة المقبلة هنا غزة حيث لا وقت للحداد على شهداء أمس فالعدوان الصهيوني مستمر متماد وآلته الحربية موغلة تقتيلا للإنسان وتدميرا للمكان لليوم الثاني على التوالي يتواصل القصف وتنهال صواريخ الاحتلال على القطاع مسقطة المزيد من الأرواح احتلال لم يكتفي بإراقة دماء المدنيين الأبرياء ولا تدمير مبانيهم بل استهدف أيضا أراضيهم الزراعية لتجويع القطاع المحاصر منذ سبعة عشر سنة موزة مع استمرار الغارات الجوية يتواصل إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى القطاع ما أدى لتوقف إمدادات الوقود والبضائع والأدوية وسط دعوات دولية لوقف التصعيد وتحذيرات أطلقتها المراكز الطبية من صعوبة التعامل مع جرح العدوان في ظل نقص الإمكانيات في غضون ذلك ردت فصائل المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية محذرة الاحتلال من الإمعان في جرائمه دوت على إثرها صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة شبه الخالية بعدما أخلها الاحتلال خوفا من صواريخ مقاومة تأتي ردا على عدوان هو الأعنف منذ عامين وفي الأثناء استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح فجر الأربع برصاص قوات الاحتلال الصيوني خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في أحد شوارع البلدة ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة ثالث بجروح هذا وقالت وسائل أعلام الفلسطينية أن أكثر من أربع رشقات صاروخية أطلقتها فصائل المقاومة من غزة باتجاه المستوطنات شمالي القطاع وأدوة صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية للقطاع موسيقى 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 تتابعونا الآن كما يصلنا في هذه الصور الحية والمباشرة من قطاع غزة كما تتابعون في هذه الصور الحية والمباشرة من قطاع غزة ارتفعوا أعمدة الدخان بعد رشقات صاروخية أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة باتجاه المستوطنات الشمالي القطاع هذه التطورات تأتي بعد استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرج اليوم الأربعاء في قصف صهيوني جديد استهدف بلدة عبسان شرق مدينة خان جونس تتابعون أيضا هذه الصور الحية والمباشرة التي نلتقدها لكم مباشرة من غزة عدوان صهيوني جديد إذن على إثره استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس كذلك فلسطيني آخران تم إصابتهما أو استشهد وأصيب ثالث آخر بجروح فجر اليوم كذلك برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد استهداف صاروخي وعلى إثر ذلك أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية أربع رشقات صاروخية أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة باتجاه المستوطنات شمالي القطاع تتابعون في هذه الصور الحية والمباشرة من غزة تصلنا الآن لحظات أو دقائق بعد أربع رشقات صاروخية أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة باتجاه المستوطنات الشمالية القطاع ردا على العدوان المتواصل من قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة كما اعتقلت أيضا قوات الاحتلال الصهيوني لأربع ثمانية وعشرين فلسطينيين من بينهم ستة أطفال من أنحاء المتفرقة في الضيفة الغربية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة عشر فلسطينيين من الخليل وثمانية أخرين من نابلوس وراملة كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من جنين وبيت اللحم وثلاثة آخرين من محافظة أريحة وطوباس ومخيم طول كرم وفي ردود الفعل الأولية عن هذا العدوان المتواصل حملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الصهيوني ورئيس وزرائها بن يامين تنياهو حملته المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة اعدام المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة بما فيهم الأطفال والنساء وقالت الخارجية في بيان لها إنها تتابع هذه الجريمة بتفاصيلها مع الدول والجهات الأممية المختلفة بهدف فتحها أولا ومطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة ومحاكمة مرتكبيها ومن يقف خلفهم الخارجية الفلسطينية أعربت عن استغرابها الشديد من تدني ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة البشعة معتبرة تلك المواقف نعكاسا لازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي وقضايا ومبادئ حقوق الإنسان كما طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور طالب المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا إلى ترفيذ القوانين التي تهدف إلى حماية المدنيين وضمان سلامتهم وأمرهم كما شدد منصور على وضع حد لإفلات الكيان الصيوني من العقاب أشيرا إلى أن القانون الدولي واضح ومن الضروري التمسك به في جميع الظروف مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون فلسطين استثناء وفي السياق تعقد جامعة الدول العربية الأربعة اجتماعا طريقا على مستوى مجلسها لبحث العدوان الصيوني المتصاعد في فلسطين المحتلة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العك لوك أن الاجتماع سيتناول كيفية توفير سبل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صيوني مستمر ومتصاعد مجددا تصلنا الآن صور حية ومباشرة مشاهدين الكرام تصلنا الآن مباشرة من قطاع غزة هذه الصور التي تتابعونها مباشرة من قطاع غزة رشقات صاروخية إذن أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة باتجاه المستوطنات شمالي القطاع تتابعون هذه الصور التي تعقب إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة ونحو المستوطنات شمالي القطاع وتشير مصادر إعلام فلسطينية الآن أنه تم بالفعل إطلاق أكثر من مئة صاروخ من طرف فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة باتجاه المستوطنات شمالي القطاع ويأتي هذا دائما ردا على العدوان الصيوني المتواصل في أنحاء متفرقة من غزة صفرة الإنذار دوت أيضا حتى في عمق الكيان إذنا بوصول صواريخ غزة وحسب ما تداولته وسائل إعلاما فلسطينية فقد تم بالفعل إطلاق أكثر من مئة صاروخ من غزة باتجاه المستوطنات شمالية القطاع الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية ردا على العدوان الصيوني المتواصل بعد استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في مدينة خال مونس وكذلك بعد استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر إثر اقتحام قوات الاحتلال الصيوني بلدة قباطية جنوب محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة تتابعنا دائما هذه الصور الحية والمباشرة من قطاع غزة الصور التي تعقب إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من مئة صاروخ ردا على العدوان الصيوني المتواصل في مناطق متفرقة من فلسطين حسب ما ذكرته وسائل إعلام عديدة كذلك نرصد لكم في هذه الصور المتابعة دائما التي تأتينا من غزة وتشير وسائل إعلام عبرية طلاق وفتح المعابر أمام المستوطنين العديد من الملاجئ التي تفتحها سلطات الاحتلال الصيوني أمام مستوطنيها بعد رشقة صاروخية عديدة وبعد تأكيد وسائل إعلام فتح أو إطلاق أكثر من مئة صاروخ تجاه المستوطنات الشمالي القطاع بعد رشقة صاروخية أطلق تفاصيل المقاومة الفلسطينية صور حية ومباشرة تتابعون مشاهدنا الكرام من قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر نشرتنا متواصلة وفيها أعلنت وزارة الخارجية السعودية ثلثة استيناف نشاطها الدبلوماسي في سوريا بعد مرور أكثر من عشر سنوات على قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخارجية السعودية وفي بيان لها ذكرت أن القرار سيدعم أمن المنطقة واستقرارها فيما لم تذكر موعد إعادة فتح السفرح انطلق في العاصمة الروسية موسكو انطلق الاجتماع الربعي حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وسوريا وإيران ويبحث هذا الاجتماع دت قضايا تصب في اتجاه إيجاد حلول ناجعة للأزمة السورية وفي بداية الاجتماع اقترح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات أدل بها وضع خريطة طريق للدفع بالعلاقات بين سوريا وتركيا وأكيدا أن ذلك أهم نتيجة يمكن الخروج بها من الاجتماع الربعي قبل رفعها لرؤساء الدول المعنية الحديث عن تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا نرى مهمتنا ليست فقط في تعزيز التقدم الذي تم إحرازه سياسيا ولكن أيضا في تحديد الخطوط العامة لمزيد من التقدم إذا لم يكن هناك اعتراض على مثل هذا النهج فقد تكون أفضل نتيجة لتواصلنا وهي الاتفاق على توجيه الخبراء لإعداد مسودة خارطات طريق للتطبيع بين سوريا وتركيا تحضيرا للاجتماع الوزاري المقبل والتي سيتم إبلاغ رؤساء دولنا بها بعد ذلك أختتم ملايين الأتراك الذين يعيشون في الخارج التصويت الثلاثاء بالتزام مع احتدام الحملة الانتخابية داخل تركيا قبل أيام عن موعد الرئاسيات ويأمل أردوغان الذي قضى عشرين عاما في السلطة وخصمه كليتشدار أوغلو المدعوم من ستة حزاب في حسم الاتخابات خلال دورتها الأولى في الرابع عشر باي الجري بملامح الواثق من الفوز بعهدة رئاسية جديدة يلاقي الحشود الغفيرة من أنصاره مبيل أيام من انتخابات قد تكون الأهم في تاريخ الجمهورية أهمية يعزوها متابعون للشان التركي إلى حالة عدم يقين غير مسبوق تولدت من استطلاعات رأي خلصت معظم نتائجها إلى تقارب حظوظ أردوغان مع حظوظ خصمه الأبرز زعيم المعارضة كليتشدار أوغلو المزهو هذه المرة بدخوله معترك الانتخابات مدعوما بجبهة معارضة موحدة اتحاد يزيد تاثير معطيات جديدة طرأت على الوضع الاقتصادي والخريطة السياسية من صعوبة التكاهن بتوجهات الناخبين لعل أبرزها تفاقم الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة ارتفاع معدل التضخم والتهاب الأسعار وهبوط حاد لقيمة الليرة مقابل الدولار معطيات ركزت عليها المعارضة في حملتها الانتخابية وسوقت لها كإخفاقات اقتصادية لا تغتفر متأملة أن يؤثر ذلك على توجهات الناخبين وعلى وجه أخص فئة الشباب الذين انضم منهم إلى الهيئة الناخبة نحو خمسة ملايين جميعهم ولدوا وترعرعوا في فترة حكم العدالة والتنمية ولا يملكون مرجعا للمقارنة مع أوضاع ما قبل هذه الفترة غير أن تركيز أردوغان على المنجزات المحققة في دعايته والماثلة أمام عيون الأتراك يقلل من قوة هذه الورقة في نظر كثيرين ملف اللاجئين هو الآخر واحد من الملفات التي لعبت عليها المعارضة وما تزال للتأثير على توجه الناخب التركي بتحميل العدالة والتنمية تبعات سياسة الباب المفتوح للاجئين لتقول إن ذلك كلف الأتراك وتركيا كثيرا أمر تفطل له حزب العدالة والتنمية قبل أشهر ليتخذ جملة إجراءات منها تحديد عدد اللاجئين والعمل على إعادتهم إلى أوطانهم عامل المفاجأة كان حاضرا هو الآخر حيث أخلط الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء واسعة جنوبية البلاد أوراق المهتمين بالمشهد السياسي التركي بعد محاولات المعارضة كما الحزب الحاكم استغلاله كل لصالحه لتبقى أصوات الناخبين في الرابع عشر من مايو الفيصل في تحديد مستقبل تركيا السياسي ومسيرة رجل ما زال يصف بالقوي بعد أزيد من عشرين عاما من الحكم استقبل عمدة نابولي الإيطالية جايتانو مانفريدي وليت بوجدور الصحراوية دي محمد شداد التي تؤدي زيارة عمل إلى إيطاليا وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية أن اللقاء جرى بحضور رئيس مجلس المدينة فين سينزا أماتو ووفد من ممثلي الشعب الصحراوي بالإضافة لممثلة جبهة البوليساريو بإيطاليا فاطمة حفظ الله سيد علال واخل اللقاء أكد عمدة ورئيس مجلس نابولي الدعم القوي من إدارة المدينة الإيطالية وشعبها بأكمله للشعب الصحراوي وأكد أن العلاقات الثنائية مع الجمهورية الصحراوية لطالما تميزت بالروابط القوية بين المجتمعين والمشاعر المتينة من التقدير والأخوة في تونس ارتفعت حصيلة قتل الهجوم في محيط كنيسة الغريبة بجزيرة جربا جنوب البلاد إلى ستة قتل من بينهم منفذ الهجوم وأفادت وكالة إفريقيا للأنباء التونسية بوفاة عنصر أمني متأثرا بجراحه في المستشفى الأربعة ليصبح بذلك عدد القتلى الأمنيين أربعة من بينهم منفذ الهجوم وهو عنصر أمني كما قتل في الهجوم اثنان من الزائرين اليهود للكنيس أحدهما تونسي والآخر تونسي يحمل الجنسية الفرنسية وفق ما ذكرته وزارة الخارجية غرق خمسة عشر طفلا وفقد خمسة وعشرون آخرون بعد غرق قاربهم الثلاثاء في نهر في ولاية سوكوتو شمال غرب ناجيريا وأفادت وكلة فرنس بريس نقلا عن المسؤول الإداري في منطقة شاقري علي أبو بكر الذي أشرف على عملية الإنقاذ أن فرقة الإنقاذ المحلية عطرت على خمسة عشرة جثة من بينهم ثلاثة عشرة جثة لفتيات وصبيين وتم دفنهم في القرية في أخبار رياضة الآن يحتضن ملعب الشهيد حملاوي بقسطنطينة فين صهرة اليوم يحتضن قمة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من سبعة عشر عاما بين الجزائر والمغرب الخضر سيكونون في مهمة اقتطاع تأشيرة العبور إلى المونديال في ملعب كانت شاهدا على أول تأهل لأكابل المتخب الجزائري إلى مونديال إسبانيا عام ١٩٩٨ لملعب الشهيد حملاوي بقسطنطينة ملحمة طروى لهذا الجيل من المنتخب الجزائري لأقل من سبعة عشر عاما ملعب شاهد على أول تأهل للمنتخب الجزائري في تاريخه إلى كأس العالم ١٩٨٨ على حساب نيجيريا يتأهب ملعب حملاوي هذه المرة لاستقبال أشبال المحاربين في الدور ربع نهائي لكأس أمم إفريقيا لأقل من سبعة عشر عاما والفوز سيسمح لكتيبة أرزق رمان بالمشاركة في كأس العالم إن شاء الله يكون علينا فالخير وكما كان ذي جاء فالخير في السابق ١٨٢ جلع الصاد باللومي معجار زيدان موقعة الدور ربع نهائي ستجمع بين منتخبين يعرفان بعضهما جيدا في سيناريو مكرر لنهاء كأس العرب الأخير التي حسمها رفاق آناطوف لصالحهم إلا أن طبيعة المنافسة قد تغير العديد من المعطيات خاصة أن كليهما أبانا عن مستويات لا بأس بها في الدور الأول ما يجعل من هذه المباراة نهائيا قبل الأوان يعول فيه أشبال الخضر على الجمهور القسنطيني الذي سيرجح الكفة في هذه المباراة خاصة أن المنتخب المغربي بدوره يعرف معالم أرضية ملعب الشهيد حملاوي مقارنة بالخضر قسنطيني تضبط عقارب ساعتها لموعد مع الدور ربع نهائي بين أشبال الجزائر والمغرب مواجهة يخطف فيها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطيني كل الأضوى معنا مباشرة من قسنطين موفد الجزائر الدولية مصطفى بوغرارة أهلا بك ساعات تفصلنا عن القمة المنتظرة بين الجزائر والمغرب لقاء سيكون أيضا فرصة لافتكاك تأشيرة المونديال مصطفى ضعنا في صورة هذه اللجواء وكيف يترقب أشبال رمان هذا اللقاء السلام عليكم مصطفى صحيح نحن هنا في قسنطين القسنطين هذه المدينة التي تستعد لمباراة اليوم في دور ربع نهائي والتي ستجمع بين الخضر المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي مباراة صعبة خاصة بين منتخبين أبانا عن الكثير من مستويات جيدة في الدور الأول اليوم الشارع قسنطيني لا حديث فيه سوى عن هذه المباراة وكيف سيقتنون تذاكر الخاصة بالمباراة ليلة أمس كانت قد بيعت أكثر من 60% من تذاكر الخاصة بهذه المباراة اليوم المنصة التذكيرتي مكتظة بأطلبات الجماهير القسنطينية التي تأبى أن تحضر إلى هذه المباراة لأجل جرعة أكسيجين لأجبال زملاء أناطوف البارحة كانت أيضا الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الجزائري والمنتخب المغربي كانت في ظروف جيدة كانت تعداد مكتمل بالنسبة للمنتخبين كل الأمور تشير إلى أن ملعب شهيد حملاوي عشية اليوم سيكون مكتظا عن آخره خاصة من الجمهور القسنطينية التي تريد أن ترى المحاربين هنا في ملعب شهيد حملاوي زميلي مصطفى مفد الجزائر الدولية مصطفى بغرار شكرا لك كنت معنا مباشرة من مدينة قسنطينة مشاهدين الكرام بهذا القدر أننا قد وصلنا إلى اختم هذا الموعد الإخباري تابعوا 24 نيوز على مرصات التواصل الاجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا موقع الجزائر الدولية في خدمتكم طابت أوقاتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة